في الوقت الذي تزداد فيه المواجهة المسلحة بين مختلف أطراف النزاع في اليمن على خلفية سرع شرس على السلطة ضمن حسابات جيوسياسية إقليمية ودولية مجلس الأمن الدولي يجتمع اليوم الأحد لبحث الأوضاع المتبدية في هذا البلد بعد النداء الذي وجهه إليها السبت رئيس عبدالرب منصور هادي داعيا إياه لتدخل عاجل بكل الوسائل المتاحة على حد قوله لإنقاذ البلاد من الفوضى والتفكك رئيس اليمنية تهم الحوتيين وحليفهم الإيراني بالوقوف وراء الاضطرابات التي تعيشها البلاد وتوعد بالعودة إلى صنعاء والسيطر عليها آخر أخطر حلقات الأزمة اليمنية التفجيرات الانتحارية في مسجدين في العاصمة صنعاء الجمعة الماضي